طيب نرجع لي ما أثير حوالين أحمد فتوح ومع كابتن زيزو مستقبله مع نادي الزمالك إيه؟ طيب زيزو طبعا كان فيه كلام كتير قبل كده عن عرض من نادي الشعاب السعودي الوضع الحالي والقائم والواقع أنه ما فيش أي عرض رسمي وصل لنادي الزمالك حتى الآن بخصوص زيزو طبعا بعد اللي حصل في الصيف دلوقتي اللي حصل أنه والد زيزو توجه لنادي الزمالك وقبلغ يعني مسؤول نادي الزمالك وتحديدا لكابتن حسين السيد أنه نادي الشعاب السعودي عنده نية أنه هو يقدم عرض رسمي في يناير علشان يتعاقد مع زيزو زيزو لسه عقده مستمر مع الزمالك حتى 2025 هو كابتن زيزو والده هو وكيل أعماله؟ هو اللي بيتفاوض هو اللي بيتحرك هو المفاوض بكل شيء فيما يخص زيزو فوالده طبعا أبلغ كابتن حسين السيد أنه مسؤول الشعاب السعودي هيقدمه عرض رسمي فإيه هو موقف نادي الزمالك؟ كابتن حسين قال له يعني إحنا هنشوف في المجلس إيه القرار ولكن إحنا عرفنا أنه القرار النهائي من مجلس إدارة نادي الزمالك الإبقاء على زيزو مهما كانت الإغراءات المالية المقدمة سواء من نادي الشباب أو أي نادي آخر زيزو قرار مجلس الإدارة أنه الفرقة دلوقتي ما فيهاش غير زيزو هو العمود الفقري للفريق فبالتالي مش هيتم الاستغناء عنه على الإطلاق في الوقت الحالي ودي معلومة أكيدة أنه مجلس إدارة نادي الزمالك لن يتم الاستغناء عن زيزو بأي حال من الحالي مهما كان المقابل المالي المعروض وهو هيكمل على الأقل لغاية الصيف القادم تكون أزمة القيد تحلت ويكون في بدايل يقدر المجلس يتعاقد معها علشان تكون بديلة لزيزو أو أي لعب آخر ممكن يتلقى عروض ده فيما يخص لزيزو فتوح بدأ خلال الأيام الماضية أنه يحاول أنه يرجع المياه يخطب ود جمهور الزمالك من تلك بالضبط عمل ستوري وعمل فيها القلبين باللون الأبيض طبعا وخلفها جمهور الزمالك يعني على فترات التواصل مع الجابة نادي الزمالك بالضبط برضو بالنسبة لفتوح قرار مجلس الإدارة أنه شرط العفو عن فتوح أو الغاء القرار السابق بالبيع أنه يعمل فيديو وإنشره على صفحته بيقدم فيه اعتذار لمجلس الإدارة والجمهور نادي الزمالك ده الشرط أساسي لقبول اعتذار فتوح لكن مصطفى الزناري خلاص قرار نهائي ببيعه محمد صبحي الأمر برضو يعود لرؤية الجهاز الفني لكن التلاتة موقفين مبدئيا لمدة شهر بعد الشهر مجلس الإدارة فوض الجهاز الفني أنه زي ما هو شايف عايز التلاتة يرجعوا وشاركوا لغاية قرار البيع ولا لا ده لسه هيحصل لهم الجهاز ترجمة نانسي قنقر